اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والاقتصار في تخديم هذه الخدمات من خلال الكنوات الإلكترونية سهيلاً للمواطنين والمقيمين طبعاً يأتي هذه الاستجابة لقائرات من الوزراء واللجنة التنفيقية واللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات ودعم ومتابعة من معالي وزير الداخلية تأمرت هايسلم كأس التعاون التي بين هيئة المعلومات الحكومة الكرونية ومؤسسة تنظيم العقاري وعمل مشترك بين المؤسسين ليعطاء قطاع التنظيم العقاري ومعروف للجميع القطاع العقاري قطاع مهم في ملكة البحرين من هم بكائل التنمية الاقتصادية وطبعاً يعنى بتطوير البنية العقارية في ملكة البحرين من تنظيم التشريعات والمراقبة والمتابعة وتسهيل الخدمات التي تقدم لقطاع التنظيم العقاري يأتي هذه المنظومة الإلكترونية لتسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمستفيدين من هذه الخدمات من المستفيدين من مطورين العقاريين وكانوا سطاء وكلا مبيعات وتسهيل عمهم لجراءات الحكومية طبعاً بشنت المعلومات الحكومية الإلكترونية وتنظيم العقاري عدد ما خمس خدمات متكاملة الإلكترونية كمرحلة أولى تقدم المستفيدين لهذه الخدمات تعمل على تسهيل وثيرة إنجاز الطلبات المتصلة بالقطاع العقاري عبر قنوات الإلكترونية منها بحرين دوت بيش طبعاً وطنية الحكومة الإلكترونية ونعمل على تأكيد على أن تقديمها النوع من الخدمات للمحافظة على سلامة المستفيدين وبالتالي الاقتصار على تقديم هذه الخدمات الحكومية عن طريق القنوات الإلكترونية ومن ثم إلقاء الحضور الشخصي والعناء إلى الزهاب بالتنظيم العقاري لإنهاء مثل هذه الخدمات الحكومية طبعاً هذه الخدمات الحكومية كان مرحلة أولى يعبر عن خمس خدمات متكاملة منها خدمات إصدار الرخص ودفع رسومها لاستعلام عن حارة الطلبات تجديد الرخص متهيط الصلاحية عرض جميع التراخيط المحتمدة وكذلك عرض الوسائق المطلوبة لإصدار هذه التراخيط التجديد له نعم دكتور لو تطلعنا على الجهود التي بذلتها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية من أجل تجشين هذا النظام والله في الحقيقة يعني جهود الهيئة طبعاً هي متكاملة مع جهود جميع المؤسسات الحكومية نحو مسيرة تحول الرقمي في مكة البحرين فعملت الهيئة بالتنسيق مع مؤسسة تنظيم العقاري على إنشاء نظام منظومة الإلكترونية متكاملة ينظم يعني العمليات الإدارية الداخلية والعملات الإجرائية التي قد يستفيد منها موظفين المؤسسة وكذلك توفر مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تلقي الحضور الشخصي للمستفيدين من تلك الخدمات من وسطاء وكلام بيعات وقيرهم تم تطويل طبعاً النظام الإلكتروني وأحدث المعايير الأنظام الإلكترونية والتقنيات المتوفرة عبر الحوسلة التحابية مؤكدين في البداية على أهمية أن تكون هذه الأنظمة على أعلى مستويات الأمن وحفظ سرية المعلومات والبيانات واستخدام الخدمات بجوجة عالية وأكدنا كذلك في هذه المنظومة الإلكترونية هي منظومة متكاملة شاملة تعزز عملية التكامل والرفض الإلكتروني بين الأنظام الحكومية الأخرى مثل المفتاح الإلكتروني ونظام التجلي السكاني ونظام تجلات وعملات الدفل الوطنية فهي منظومة متكاملة تعمل على تسهيل وتنظيم هذا القطاع المهم في مملكة البحرين وطبعاً تطر منهم الجوانب والقطاعات في دفع أجل السمينة التصادية أحب أن أضيف أنه حالياً العمل جاري على إطلاق المرحلة الثانية والأخيرة من هذا المنظومة الإلكترونية لتشمل إلى جانب الخدمات الخاصة بالوسطاء وكل المبيعات تشمل الخدمات متعلقة للمطورين الخدمات متعلقة بمديري اتحاد الملاك ومدير العقارات وجميع المستفيدين من الجانب العقاري في مملكة البحرين نعم دكتور زكريا أحمد الخاجة نائب الرئيس التنفيذي لتحول الإلكتروني في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية كنت معنا ضيفاً كريماً في نشرة الأخبار شكراً جزيلاً على هذه الإضاحات